لكن في بعض النشطاء وهنا منهم الحقيقة دكتور ياسر يوسف على الصفحة بتاعته العضمة زرقة يعني أثار هذا الأمر يعني أثار وقال كده حرائي الكنيس في عام 2013 على فكرة الكلام ده كمان كان كذبه قبل ما تحصل الحريقة دي يعني وده برضو الغريب أنه يعني أنه توقف عند الكنيس وبعدين يعني أنا حتى كنت أبطل في التعليق وضيف عليها كمان الكنيسة بتاعة الكنيسة العدرة هو فيه تعجب لأنه يعني ليه كل الكنيس دي إحنا يعني إحنا مش عايزين حاجة تاني تتحرق في مصر بس إحنا يعني دلوقتي بنسمع أن كم حرائق كتير للكنيس وده حاجة صعبة يعني فيه الكنيسة العلوية في كنيسة ماري جيرجس منشية الصدر بالكاهرة دي كانت في يناير هو بيرصده الحرائق اللي كانت في عام 2013 كنيسة ماري مرقص في حي الأحياء بالغرداء كانت في فبراير كنيسة ماري جيرجس ترسينة الفيوم دي كانت في فبراير وكان إلقاء من لطوف وإحتراق أجزاء من الكنيسة غرفة الشامع في كنيسة سانت قاترين بالأسكندرية وده كان في مارس كنيسة ماري يحنة قفرة هرموس ده كان في مارس الكنيسة المعمة دانية بالخصوص وده طبعا كان بفعل فعل في أحداث الخصوص غرفة مولدات الكهرباء بكنيسة العدرة المحلة الكبرى يعني بصوا كده كم حاجة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة أنا وصلت الغد سبعة غرفة المولدات تمانية حريق محدود بكنيسة ماري جيرجس طمى ده كان في إبريل وآخر كنيسة كنيسة العدرة بطمى صهاج وده في مائو طيب يعني إحنا دلوقتي عندنا تسع وقائع للحريق من فبراير لغاية مائو علامات استفهام الحقيقة وأنه للأسف الشديد يعني كله بيقول قبل أي حاجة دايما يعني زي اللي أنا قلته لو تسابونا الماسك كهربائي يعني هو الماسك كهربائي المتهم وحتى قبل كده كان بيقولك إحنا عايزين نقبض على الماسك كهربائي اللي بيتسبب في كل هذه الحرائق الحاجة الثانية بقى أربعة كنايس في أسبوع واحد أصبحت مشكلة كنايس الأقباط مشكلة يومية خبر اعتداء حصار كنيسة من أفا مينا بورسعيد من بلطجية واقتحمها والتمركز داخلها حتى يقوم الأمن بتسليم جثة بلطجي الأهله هو ليه الدنيا ما بتجيش هل عند كنايس يعني لو أنت عايزت هاجة بلطجية أصلي دي تقررت هنا وتقررت عند كنيسة يعني جانا كنيسة إسكندرية فأنت يعني ففيه إيه الحاجة الثانية الهجوم على كنيسة من بال مركز مطاي بعد اخناقة بين أقباط ومسلمين على أسر قيام مسلمين بمعاكسة كبتيات في قرية مجاورة يعني قرية مجاورة رحوا المسلمين رايحين لقريتهم وحطموا عدد من المحليات واقتحموا الكنيسة وحطموا المكتبة ورموا توب وحجارة على الكنيسة يعني اخناقة بين مسلمين ومسيحيين المسلمين راحوا من في قرية تانية راحوا المسيحيين دول من القرية بتاعت من بال راحوا قرية من بال وراحوا اقتحموا الكنيسة وحطموا المكتبة ورموا توب وحجارة داخل الكنيسة وحطموا صيدريات وعملوا عمال غريبة نيجي لتالت حاجة يعني هنا بنقول أربع كناس في أسبوع الهجوم والجنب الكنيس خناقة بين قباط المسلمين في الدخيلة اللي هي كانت معنا وإحنا معاكم يوم الجمعة تتطور إلى حصار للكنيسة هناك وحرق الجزء من بابها الخالفي والقاوم لطوف وسقوط شاب قطي قطيل ولا يعني هو وبعدين بعد ما تقتل وتقال بالخرطوش نلاقي الحكومة الحقيقة طبعا الحكومة قدرة من كل الناس يعني قالت أنه مات بالسكتة القلبية وزي ما الجن دي مات بحدثة عربية وزي ما الحسيني أبو ضيف كانت تبع الإخوان والشريرين يعني حاجات كتير كده غريبة بتحصل رابع حاجة قام الأمن في المينيا بإقاف توسيعات كنيسة قرية طح الأعمدة ومنع البدء في بناء مبنى خدمات هناك حصل على ترخيص من قبل من قبل أيام والدكتور مرسي والأمن أوقف البناء بحجة النخوف من أن فتنة قد تقع كل ده حصل في أسبوع واحد الهجوم ده وقبلها زي نقول لحضراتكم ده في أسبوع قبلها كان الموضوع بتاع الكنيسة للإسكندرية جوناكليس برضو لما كان فيه هجوم وجات الرصاص يعني كانوا بيطردوا بلطجية أو مش عارف إيه وبردو ومسجلين خطر وجات الهجوم عند الكنيسة وضرب نار على باب الكنيسة فطبعا يعني كل ده الحقيقة أمور تخلينا كده يعني نتوقف عندها ونتعجب اشتركوا في القناة